لا يوجد وصف أدق من القول بأن ألمانيا مقبلة على أزمة حقيقية الشتاء المقبل وزير الاقتصاد الألماني أطلق تحذيراته من الآثار الكارثية لنقص الغاز الروسي ودعت سكان لخفض استهلاكهم بعد تأكيده أن الغاز أصبح سلعة نادرة وفي مقابلة مع مجلة ألمانية قال روبرت هابك إن انخفاض الإمدادات الروسية من الغاز يهدد بخروج صناعات عدة من السوق ووفقاً للوزير فإن ألمانيا تواجه من الآن نقصاً في مادة الغاز بسبب صعوبات فنية على خط أنابيب الغاز نوردستريم واحد الممتد عبر البلطيق مضيفاً أن الحديث يجري عن فقدان أشخاص وظائفهم وعن خطر يهدد مجمعات صناعية بالزوال قبلها بثلاثة أيام قررت ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز الروسي نوردستريم اثنان رداً على اعتراف الكرملن بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا إذ كان من المقرر تزويد ألمانيا بـ 70% من إجمال شحنات الغاز خلال هذا الأنبوب لكن الماكينة الأوروبية تتبع اليوم سياسة جديدة وتدخل في حالة تأهب قصوى استعداداً للمرحلة المقبلة إذا كان على برلين التخلي عن الغاز الروسي يوماً ما سيتسبب ذلك بفجوة كبيرة في البداية وإذا كان الفحم الألماني هو الوسيلة لتعويض نقص الغاز الروسي فإنه حتماً لا يمكن أن يكون البديل الوحيد كمصدر طاقة لضمان عمل كافة الصناعات الألمانية مكرم حنوي العربية